أعلن جيش الاحتلال السهيوني أن صاروخاً أطلق من قطاع غزة باتجاه مدينة عسقلان جنوب الأراضي المحتلة دون وقوع إصابات أو أضرار من جهة ثانية واصلت قوات الاحتلال سلسلة اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك واعتقلت عشرات الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة ونشرت آلافاً من جنودها في البلدة القديمة بالتزامن معهول لما يسمى بعيد الغفران اليهودية جدد المستوطين الصهاين اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك وفرضت قوات الاحتلال قيوداً مشددة على دخول المرابطات وطالبات العلم للمسجد في وقت اعتقلت فيه شرطة الاحتلال أحد الشبان قرب باب السلسلة بعد الاعتداء عليه بالضرب في غضون ذلك داهمت قوات الاحتلال عدة منازل بحيي الطور ورس العمود في مدينة القدس وقرية العساوية شمال المدينة واعتقلت 22 فلسطينياً عشرة منهم قاصرون واعلن رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أن محافظة القدس يشهد حملة اعتقالات يومية طالت أكثر من مئة مقدسي خلال الأسبوع الماضي غالبيتهم من الأطفال القاصرين وشرعت وحدة ملاحقة ملق الحجارة التابعة لقوات الاحتلال بالتحقيق مع المعتقلين باستخدام وسائل تحقيق لا يقدر عليها الفتية القاصرون بما في ذلك الضغط الجسدي والنفسي عليهم لإرغامهم على الاعتراف وتأتي هذه الإجراءات والاعتقالات كترجمة فورية لجملة من القرارات صادغت عليها حكومة الاحتلال مؤخراً وبعضها تم العمل به حتى قبل المصادقة عليه كاستخدام الذخيرة الحية ضد راشق الحجارة ونشر وحدات من القرناصة على صعيد المتصل هدمت شرطة الاحتلال في القدس منزلاً في بلد السلوان جنوبي المسجد الأقصى فيما شهدت البلدة مواجهات عنيفة مع المستوطين وقوات الاحتلال على مدى أسبوع وإلى الشمال من الضفة القربية اقتحمت مجموعات كبيرة من المستوطين قبر النبي يوسف شرق مدينة نابلس بحماية من قوات الاحتلال واندلعت مواجهات بين شبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة على الفلسطينيين وفي محافظة الخليل اعتقل الاحتلال أربعة فلسطينيين بعد دهم العديد من المنازل وتفتيشها بينما اعتقلت شاباً شمال رامالله وسط الضفة الغربية وشاباً آخر شرقي القدس